إذن ننتقل الآن إلى فقرة جديدة هذه المرة واليوم في هذا الموسم وفي حلقتنا اليوم نتحدث كثير أو نتحدث بكثرة عن المواضيع الطبية والصحية من بداية رمضان لحتى ممكن نعطي نصائح أكثر لكل المشاهدين معنا بخصوص سلوكياتهم الغذائية في هذا الشهر الفضيل نعم أيضا فقرتنا الطبية بنتحدث عن طريقة الإفطار الصحي في رمضان هناك الكثير من الناس بيعانوا من مشاكل وعسر الهضم والانتفاق وعدم الراحة في شهر رمضان المبارك ويعود ذلك إلى ماذا؟ إلى اتباعهم عادات غير صحية عند الإفطار كتناول الأطعمة الدسمة بكمية كبيرة بشكل مفاجئ بالإضافة إلى الاكثار من المشروبات الغازية والعصائر طوال فترة الليل وتناول الحلويات في ساعات متأخرة وحتى عند الإفطار أيضا لذلك يجب اتباع طريقة الإفطار الصحية لخلال شهر رمضان المبارك وخلال شهر رمضان الفضيل لتجنب ماذا؟ حدوث كل هذه المشاكل نعم بنتعرف على أكثر من المزيد من المعلومات مع الدكتور إبراهيم تفاحة بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير في رمضان المبارك وأنتم والأمة الإسلامية جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا فكيف يكون هذا الصيام صحيا وكيف يمكن أن نستفيد على المستوى الصحي من هذا الصيام لابد من مراعاة بعض الأمور في هذا الصيام حتى نستطيع أن نحقق أكبر فائدة صحية من الصيام الأولى السحور فالسحور يعطيك طاقة تكفيك لكافة اليوم لإجراء كل الأعمال اليدوية وكل الأعمال التي تريدها فلابد من الصحور وتأخيره إلى أبعد الحدود وفي الصحور لا بد من أن تأخذ كاستين مي على الأقل بالإضافة إلى كميات من الحبوب وكميات من الفواكه المجففة حتى تستطيع أن تعطيك الطاقة لتحافظ على صحتك في أثناء اليوم ثم في المعتاد في أثناء اليوم أن لا تقضيه نائما فالقضاء النوم أو القضاء الصيام في النوم يلغي عنك أغلب الأمور الصحية التي تمكن الاستفادة منها ثالثا الإفطار وهذه مشكلة كبيرة وجدت في دراسات عديدة أن المسلمين في إفطارهم يأكلون أكثر من كمية السعرات الحرارية التي يأكلونها في يوم كامل من غير الرمضان وهذا يؤدي إلى عسر الهضم ويؤدي إلى سوء الصحة ويؤدي إلى زيادة الوزن ويؤدي إلى الخمول ويؤدي إلى أمور كثيرة وبالتالي لا بد من تقسيم الإفطار إلى وجبتين الوجبة الأولى التي هي عند صلاة المغرب ما قبل الإفطار أو قبل صلاة المغرب فمباشرة يكون هناك سوائل شوربة ماء تمر حتى نعيد المؤشرات الحيوية للجسم وحتى نعيد مستوى السكر ومستوى التركيز إلى وضعه الطبيعي ثم نأكل قليلا لا يتجاوز 30 إلى 40% من الوجبة المحددة أو من كمية السعرات المحددة في كل اليوم مباشرة بعد صلاة المغرب وبهذا نستطيع أن نحافظ على مستوى سكر معين ومستوى تركيز معين والأمر الثالث يبقى 20% نأكلها ما بعد العشاء أو كوجبة خفيفة ما بعد التراويح حتى نستطيع أن نحافظ على جسمك قويا آمنا بكل شيء الأمر الآخر التي لا بد من مراعاته في أثناء الصيام الصحي ألا نكثر من السهر فكثير من الناس يقلبون حياتهم ليلا نهارهم ليلا وليلهم نهارا وهذا يؤدي إلى كثير من الأمراض نذكرها فيما بعد في حلقات خاصة لا بد من مراعات هذه الأمور حتى نستطيع أن نستفيد من كل فائدة من فوائد الصوم وهي كثيرة من إنقاص الوزن والسكر وتأثير على الكوليسترول والقلب وما يتبع ذلك تقبلوا اللهم مني ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر